رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا أرحم الراحمين يا الله تقبل الله منا ومنكم الطاعة إياك والسرعة الزائدة قبل الإفطار وقبل أذان المغرب من السلوكيات السلبية اللي مشاهدها قبل الإفطار أن يقود بعض السائقين مركبته وسيارته بسرعة جنونية قبل الإفطار وهو متجه إلى بيته لتناول طعام الإفطار مع العائلة تشاهد هذه الظاهرة يوميا قبل الإفطار في نهار رمضان وكأنه يوم البعث يهرع السائق في كل الاتجاهات يقطع الإشارة الحمراء يخترق قوانين السير لا يبالي من أمامه من أمامه طفل شيخ كبير امرأة مركبة المهم أن يصل قبل الإفطار المهم أن يجلس مع أسرته بل إن بعض الصائمين للأسف أيضا يتذكر أن يشتري حاجياته وأغراضه قبل الأذان بقليل يذهب إلى محل بيع الحلويات وإلى محل بيع العصائر يزاحم الناس لا يلتزم حتى بالدور ولا بأخلاقيات الصائم وربما وقع صدام بينه وبين اللي واقفين على الدور لشراء الأغراض ربما للأسف شتم هذا أو قذف هذا أو لعن هذا أو ضرب هذا أي صيام هذا أي صيام هذا بل أي أخلاق للصائم أين نحن؟ وين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم تشير الإحصائيات أن في سنة من السنوات كان مجموع حوادث السير في شهر رمضان في فلسطين ما يقارب 797 حادث طرق نتج عنها للأسف 25 حالة وفاة و18 إصابة بصورة خطيرة هذا وين؟ هذا في فلسطين أما في الوطن العربي فتشير الإحصائيات أن حوادث السير تقتل سنويا أكثر من 26 ألف شخص وتتسبب في إصابة أكثر من 250 ألف آخرين والدولة تتكبد خسائر مادية بأكثر من 60 مليار دولار وللأسف أكثر حوادث السير تحدث في شهر رمضان من الشيء الجميل أنك ترى بعض الإخوة المتطوعين في رمضان وبالتحديد قبل الإفطار يقفون على مفترقات الطرق يوزعون المياه التمور على الصائمين يا الله مياه وتمور على الصائمين يتركون الأهل الأبناء الزوجات ليأخذوا ثواب تفطير الصائم وهم يتمثلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا أما أنت فتستعجل تخترق قوانين السير للوصول ماذا؟ للوصول إلى البيت للإفطار مع الأهل ربما تسببت للأسف في الاستضام بمركبة إطلاف أموال الناس ربما أدى الحادث إلى وفاة أشخاص نعم بعض الحوادث وفاة أشخاص لذلك ذهب العلماء والفقهاء أن من تسبب بحادث سير فإن عليه إثم كبير أو الإشي إثم كبير هذا إثم كبير من الله أيضا يضمن ما أتلف من أموال الناس وإذا كان هناك حالات وفاة فإن عليك كفارة القتل الخطأ كفارة القتل الخطأ نعم ما هي عتق رقبا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بالإضافة إن وعليك دية القتل الخطأ اللي هي مئة من الإبل فهي رسالة إلى أفراد وعناصر الشرطة بتكثيف دوريات المرور قبل الإفطار للحد من حوادث السير فسيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وهي رسالة أيضا إلى السائقين إلى التحلي بالصبر الذي دعا إليه الإسلام وهي إحدى رسائل رمضان وأنتم إلى الله أقرب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان رمضان